موسيقى من أكتر المواضيع المحيرة اللي بتهز عقيدة الإنسان وتهز ثقته في المبادئ لما يلاقي الإنسان الغشاش الملاوع الدنيا ماشي معاه زي الفل والقرش في إيديه والناس ملمو ما حواليه كمان والشخص المستقيم الواضح بيعاني في طلب الرزق ودي هزة كبيرة بيتعرض لها الموحدين المؤمنين لكن ربنا كلمنا عنها كتير كلمنا عنها إن في ناس في وقت من الأوقات قال فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا في واحد تعارضت مصلحته مع الأمانة والوضوح اختار مصلحته وآثر الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هو اختار كده قال صلى الله عليه وسلم عشان ما تحتارش ده يحصل في آخر الزمان كيف بكم إذا جاء زمان يغربل الناس غربلة حتى يبقى فيهم حثالة قد مرجت عهودهم وآمانتهم وشبك بين أصابعه كنا يعني التعثر والتصرفات اللي ملهاش مش مستقيمة قالوا كيف نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأخذون بما تعرفون انتم مش تعرفوني صلى الله عليه وسلم تعرف ربنا وثقين في كلامنا كلام ربنا وكام سيدنا النبي عليه السلام أيوة تأخذون بما تعرفون وتدعونا ما تنكرون لما تحتار كده ابعد عن الغلط ده وتقبلون على أمر خاصتكم الناس المحترمة خواص الرحمن اللي اختاروا ربنا والدار الأخرة ورديوا بالمأسوم والنصيب من الرزق ولا يلجأوا للغش والخيانة والملوعة عشان إرشين ولا عشان حد يحبه ولا عشان يخش على جوازة فيغش بنت هي وأهلها وبعد كده يبقى معرض للفضيحة قال تقبلون على أمر خاصتكم وتدعونا أمر عامتكم سيب الكثرة اللي بتعمل كده طيب أقرأ في إحصائية في السي بي أس نيوز بيقولك أن من كل مئة مدير فيه 33 مدير اللي هم 30% 33 مدير تقريباً بيؤمروا الموظفين يجذبوا عشان نخلصوا ونبيع بقى ماشي يا سي انت بعت بالغش والملوعة والمدارية للعيوب اللي في السلعة وكسبت شوية فلوس خدت حتة من جناح البعوضة اللي في الدنيا أما الإنسان المؤمن فربنا سبحانه وتعالى بيحبه هو بيجتهد حتى لو عانى في الحياة عشان اللقمة طيبة وعلشان ما يكسبش ود الناس وحب الناس بحاجة فيها مش مستقيم كده وملاوع وبيخبي كده وبيغش قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن وإن مثل المؤمن كمثل الذهب إذا نفخ فيه صاحبه صار كما هو لا ينقص فضل زي ما هو ملوش ظاهر وباطن كده ومن بره إشرة ومن جوه ربنا يعلم إيه إنما هو بيلمع دايما وإن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا أنت الشخص ده ما تحترش ما تطلخبطش أنت اللي ماشي على طريق ربنا حتى لو هتعاني ربك أغلى في قلبك وسيدنا النبي عسوة السلام أغلى في قلبك من شوية ناس ممكن تجذب وتغش عشان لؤمة مقسومة عند ربنا هو اخترني أخدها بالحرام فافبت كده وما تحترش وخلي عندك ثقة لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أراضيتهم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل خد الأليل وإنت لو قررت تختار ربنا لما تتعارض المصالح مع المبادئ فتختار مبادئك اللي يدين ربنا ودين النبي عليه السلام أنت العبد الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيدخلك الجنة بإذن الله بغير حساب وانا عذاب لأن اللي خاف ربنا في الدنيا يؤمنه رب العالمين في الآخرة فما تحترش والطمن كده ومهما شفت واحد في العلالي لكنه غشاش وملاوع قول يا سيد ده اختيار وانا اختياري ربنا ومطرح ما يحطني أنا راضي